تنظيم الدولة ينهض من آخر جيب له في ديرزور ويغير خارطة السيطرة لصالحه بعد أيام من سيطرة قسد على نقاط في الجيب الخاضع له شرق المحافظة هجوم التنظيم على مواقع قسد تم في ظروف جوية منع الطيران التحالف الدولي من المشاركة في المعركة الأمر الذي دفع خبراء عسكريين لاتهام قسد بعدم القدرة على السيطرة على أي مناطق دون دعم التحالف الدولي الهجمات المباغتة التي شنها التنظيم على مواقع قسد أسفرت عن استعادته لكافة المناطق التي تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة هجين ومحيطها كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ستين عنصرا من قسد بينهم قيادي فيما أسر وأصيب العشرات التنظيم الذي كان منحصرا في مناطق ضيقة أصبح على مقربة من الحدود السورية العراقية التي بات يفصله عنها قرابة الأربعة كيلومتر عقب سيطرته على قرى السوسة والباغوز قسد أعلنت تسطيها لهجوم تنظيم الدولة على قرية الباغوز وقتلت ثمانين عنصرا كما أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن أربعة عشر من عناصرها قتلوا خلال المعركة مع تنظيم الدولة التحالف الدولي اللاعب الأساسي والذي غابت طائراته عن المعركة سند قسد بالقصف المدفعي كما قام بإرسال عشرات الشاحنات المحملة بعربات عسكرية ومواد لوجستية إلى مدينة القامشلي كمساعدات عسكرية لقصد الهجوم الذي شنه التنظيم مستغلا العاصفة الرملية وسوء الأحوال الجوية أظهر الإعداد الكبير الذي نظمه من أجل الهجوم المباغت كما يظهر بدء التنظيم بحرب استنزاف استخدم فيها كل أوراقه من أجل إعادة نفسه إلى المشهد الميداني بحسب ما يراه مراقبون